من أزمة اقتصادية إلى أخرى هي أشد وأقصى ينتقل العراق فالعام الجديد لن يحمل له الاستقرار كما وعدت حكومة العبادي ومن بعدها حكومة عبد المهدي التي انتقلت إليها تركة ثقيلة وعجز في موازنة عام 2019 يفوق 22 مليارا و800 مليون دولار والسبب المعلن انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 55 دولارا بعدما سجلت طفرة وصلت حدود 85 لكن السبب الحقيقي كما يقول المتابعون هو الفساد المستشري في أجهزة الدولة والسرقات التي طالت كل موارد العراق ورغم اتخاذ الحكومة احتياطها بحسب ما صرحت باعتماد سعر 56 دولارا للبرميل وقعت مرة أخرى في الفخ الذي يجعلها كما تقول وكالة أسوشت تبريس الأمريكية في وضع لا تحسد عليه وتنقل الوكالة عن النائب حنين القدو أن هذا العجز بالموازنة يعني بشكل أو بآخر عدم تنفيذ الحكومة وعودها بتشغيل موظفين جدد مثل ما وعدت المتظاهرين في البصرة وجنوبي العراق ويهدد أيضا بإيقاف توجهات الحكومة بإقامة محطات توليد كهرباء جديدة وهي الشرارة التي انطلقت على أساسها التظاهرات بعد انقطاع مستمر للكهرباء في صيف العراق الملتهب وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي للعراق فإن الاقتصاديين يعزون الوضع المتردي إلى افتقاره للصناعات التحولية القائمة على النفط واعتماده فقط على تصدير النفط الخام وهو ما يبرر الديون الانفجارية المترتبة على بغداد جراء استيرادها النفط من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية يضاف إلى كل ذلك انهيار قطاع الصناعة وغياب الاستثمارات والفساد الحكومي وإهمال المسؤولين القطاع الزراعي الذي أدى لتدميره وإخراجه من حسابات الاقتصاد والأمن الغذائي لكن هذا ليس السبب الأبرز في العز العراقي بل توجيه الحكومة جل الموازنة إلى المجهود الحربي كما يظهر في الميزانيات من عام 2014 إلى عام 2019 وهو ما نتج عنه توقف قطاع التنمية وتأخر الإعمار يضاف إليها عدم وجود رؤية استراتيجية كما يؤكد خبراء اقتصاديون حيث أغرق العراق بديون خارجية تزيد على 123 مليار دولار أي ما يمثل 63.8% من إجمال ناتجه المحلي رهنت حاضر العراق ومستقبله لصندوق النقد الدولي ترجمة نانسي قنقر